اهلا بكم مشاهدين الاعزاء الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين مظاهرات عملية في اسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة ومطالبات بزيادة الاجور للتخفيف من حدة التضخم 40 مليار يورو خسائر يونيبير الالمانية بعد توقف امدادات جاسبروم الروسية ووكالة الطاقة الدولية تتوقع عزا في اوروبا الصيف المقبل يصل الى 30 مليار متر مكعب وفي الاقتصادية ايضا اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية سلاح الغزيين بوجه الاحتلال الاسرائيلي وحصاره الاقتصادي اهلا بكم البداية من اسبانيا حيث خرج الاف المتظاهرين الى شوارع العاصمة مدريد للاحتجاج على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود التي تفاقمت بسبب الحرب في اوكرانيا النقابات العملية الاسبانية طالبت برفع الاجور لتعويض ارتفاع تكليف المعيشة من جراء جائحة التضخم التي تضرب البلاد بالاضافة الى الاجراءات الاقتصادية الرسمية برفع اسعار الفائدة وانعكاسه على الاقتصاد المحلي هذا وقد تظهر مئات الاشخاص في مدينة كولومبو اكبر مدن سيرلانكا احتجاجا على رفع الضرائب والتضخم في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من اسوأ ازماتها المالية منذ سبعة عقود ونظم الاحتجاج المناهد للحكومة احزاب سياسية معارضة ونقابات عملية وجماعات المجتمع المدني حيث حاول المتظاهرون الوصول الى منزل الرئيس ووزارات سيرلانكية متعددة وبالانتقال الى المانيا حيث اعلنت شركة الغاز الالمانية يونيب بير ان خسائرها بلغت اربعين مليار يورو خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي حيث تكافح الشركة من اجل البقاء في السوق في ظل نقص امدادات الغاز الروسي الى اوروبا وافقا لبيان صادر عن الشركة تشمل خسائر الشركة عشرة مليارات يورو من التكاليف المحققة لاستبدال الغاز الروسي عن طريق شراء غاز جديد ونحو واحد وثلاثين مليار يورو من الخسائر المستقبلية المتوقعة وكان بنكو جولدمين ساكس قد حذر من ان القارة العجوز ستواجه ضغوطا في امدادات الغاز بشكل جدي بدءا من العام المقبل وتوقع البنكو انخفاض اسعار الغاز الطبعي في اوروبا بنحو ثلاثين في المائة خلال الاشهر المقبلة وعلل الاسباب الى ان الهدوء الاخير في اسعار الغاز سببه الانتهاء من الاستعداد لموسم الشتاء بالاضافة الى وصول شحنات من الغاز الطبعي المسال التي تم شراؤها في فصل الصيف هذا وارتفعت العقود الاجلة للغاز في اوروبا اليوم الخميس بنسبة 9% وصعدت فوق مستوى 1400 دولار لكل 1000 متر مكعب وارتفعت العقود الاجلة للوقود الازرق لشهر كنون الاول ديسمبر المقبل بنسبة 9% بفاصل ثلاثة الى 1400 وخمسة دولارة لكل 1000 متر مكعب هذا وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ان تشهد اوروبا عزا في الغاز بمقدار 30 مليار متر مكعب خلال الصيف المقبل في اتاء فترة ملء مخزونات الغاز تحت الارض حال قطع روسيا امداداتها من الغاز الى القارة وارتفاع الطلب عليه في الصين الوكالة توقعت ان يحدث الانخفاض خلال الصيف المقبل عند توقيت حيوي لملء مخزونات الاتحاد الاوروبي اذا اوقفت روسيا حينها ضخ الغاز عبر جميع خطوط الانابيب قال الرئيس التركي رجب طايا بردغان ان بلده ستكمل في 22 نوفمبر الحالي بناء خط الانابيب البري مضيفا ان شركة بوتاش التركية لانابيب النفط والغاز الطبعي ستكمل خط الانابيب البري الذي سينقل الغاز الطبعي المستخرج من حقل سقاريا بالبحر الاسود وكشف اردغان في لقاء تلفزيوني عن اجمالية احتياط الغاز الطبعي المكتشف حديثا في البحر الاسود وقال انه مع 110 مليارات متر مكعب اخرى من الغاز الطبعي يصل اجمالية الاحتياطات المكتشفة في البحر الاسود الى 650 مليار متر مكعب وبعد يوم من عودة روسيا الى اتفاقية الحبوب غادرت 6 سفن شحن تحمل حبوبا من الموانئ الاوكرانية حيث يتيح الاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الاسود وزير الدفاع التركي خلوسي اكار اشار الى انه بعد اعادة العمل باتفاق تصدير الحبوب غادرت السفن المحملة بالحبوب الموانئ الاوكرانية مرحبا بالسعي لتمديد العمل بتلك المبادرة الانسانية بدوره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اشهد بعمل انقرة على تقديم كييف ضمناطل بشأن صفقة الحبوب مضيفا ان مشاركة تركيا في استئناف صفقة الحبوب هي العامل الرئيسي للثقة في الاتفاقات وصل معدل التضخم السنوي في تركيا الى 85% بفاصل 5 في تشرين الاول اكتوبر الماضي وهو اعلى مستوى له منذ العام 1997 يأتي هذا والرئيس رجب طيب اردوغان يدافع عن سياساته غير التقليدية في مواجهة ازمة تكاليف المعيشة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 75 نقطة اساس في محاولة منه لكبح التضخم وهذه هي المرة السادسة منذ بداية العام الجاري التي يرفع فيها الفيدرالي اسعار الفائدة ما يعكس اختلالات في العرض والطلب وارتفاعا في اسعار الغذاء والطاقة وشدد الفيدرالي على التزامه باعادة التضخم الى هدفه البالغ 2% هذا واعلنت البلوك المركزية في السعودية الامارات قطر البحرين وسلطنة عمان رفعا فوريا لسعر الفائدة في اعقاب القرار الامريكي هذا وقد نشر موقع ذهل مقالا مشتركا لخابرين اقتصاديين امريكيين اكد فيه ان مكانة الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مهيمنة على العالم تشهد انحصارا مستمرا وابرز المقال ان كل المؤشرات تشير الى ان الصين وبعد الهند ستكونان اعظم قوتين اقتصاديتين في العالم متفوقتين بذلك على الولايات المتحدة الامريكية واشار كاتبي المقال الى ان الولايات المتحدة ستتراجع لتكون ثالثة قوة عظمى في العالم بحلول عام 2100 وذلك عند تصنيفها بحسب الناتج المحلي الاجمالي الذي لا يتجاوز 12% فقط من الناتج العالمي مقارنة ب27% للصين و16% للهند اتفق الرئيس الصيني تشي جينج بينك برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اجتماع في بكين على اطلاق مشروع سكة حديد قد يكلف نحو 10 مليارات دولار ووصف شريف المشروع بالمهم استراتيجيا ويمتد من كراتشي الى بيشاور لنقل القطرات عالية السرعة بدوره قال الرئيس الصيني ان بلاده ستقدم 500 مليون يوان لباكستان كمساعدة بعض الفيضانات التي اجتاحتها في الصيف وادت الى نزوح اكثر من نصف مليون شخص الى فلسطين المحتلة حيث منع الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة من ادخال الكثير من المواد الخام للصناعة ما دفع الفلسطينيين للبحث عن بدائلة لها من خلال اعادة تدوير العديد من المخلفات كالبلاستيك والاوراق خطوة لم تكن سهلة لكنها تعكس اصرارا وتحديا رغم قلة الامكانات هذا التقرير لوسام العشي من غزة طبعا عادة تدوير البلاستيك تمر بمراحل عديدة وكثيرة بداية بجمعها من النفايات او من مخلفات المصنعات ويتم فرزها ومن ثم غسلها وتنقيتها من الشوائب ومن ثم عادة تحبيبها من جديد بالصابقة البلاستيك نجينا استراد خام ناقب لكن بعد الحصار لجأنا الى عادة تدوير البلاستيك مشكل البلاستيك اللي يتم فرزه وجمه من النفايات يسطح لإعادة الاستخدام فهذا عمل عندنا مشاكل في تجميع النوعيات البلاستيك الجيدة مشروعنا اعادة تدوير بصفحة من الكرتون أو الورق بنسمع منه كرتون البيض كويس كمشروع مفيد للبيئة أول شيء وبعدين فيه من وراء عائد كويس إنه نبعيل سبع أسر كعمة اللي عندنا موجودين في المصنع ومشروع مفيد للبلد وبعدين المنطقة نفسها فحتاجت مشروع زي هيك بالشكل هذا لأن منطقتنا تعتبر منطقة زراعية سبب الحصار أو حاجنا عنينا في المصنع نفسه لما نجينا كنا نشريه كامل طبعا كان من المستحيلات لأنه ممنوع على قطع غزة تدخيل مصانع كاملة فأصار النسبة الكبرى من المكينة نفسها صار تصنيحها لحد علق العاملون في قطاع النقل في تونس إضرابهم والسؤنفت حركة المترو والحفلات نشاطها بشكل طبيعي وتم الاتفاق على صرف مستحقات العاملين في الشركة وذلك بعد انتهاء الجلسة التفاوضية التي انعقدت بين الطرف النقابي ووزارة النقل هذا وكان موظف قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس نفذوا إضرابا مفاجئا للاحتجاج على تأخر صرف رواتبهم تواجه شبكة الكهرباء في جنوب أفريقيا مزيدا من التدهور والانهيار بسبب ترد الوضع الاقتصادي بدفع الشركة المشغلة إسكوم لرفع معدلات فصل الأحمال بحسب ما ذكر موقع بيزنستك وذكرت الشركة أن فصل الأحمال عن شبكة الكهرباء يأتي بهدف خفض الاستهلاك واحتياطي وقود الطوارئ إضافة إلى أخطاء فنية وتأجيل تشغيل أربع وحدات معطلة ما يعني زيادة مدة انقطاع التيار هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نات للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر